نفذت منظمة البحث عن أرضية مشتركة لقاءا مع القيادات المجتمعية ضمن مشروع المرأة والسلام بتمويل من الحكومة الكندية وفي اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بمدرية تبن محسن كيلة ومدراء إدارات التربية والصحة والأشغال والشؤون الاجتماعية تم مناقشة أولوية الاجتماعات من المشاريع الخدمية حسب اقتراحات المشاركات تمثلت في تنفيذ مشاريع مياه الشرب وتسوير مدارس ورفض الوحدات الصحية بأجهزة طبية ودعم الجمعيات النسوية بمكاء الخياطة